في إطار الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعا إلى روسيا الاتحادية أقد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مؤتبرا صحفيا حضره رجال الصحافة وممثلون وكلات في روسيا الاتحادية وقد تحدث وزير الخارجية وقال إن المبحثات التي عقدها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والرئيس فلادمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية اليوم في قصر الكريملين كانت بناءة ومثمرة وإيجابية حيث تطرق الجانبان إلى العلاقات الثنائية المشتركة التي تربط البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها في كافة المجالات لكل ما فيه خير البلدين وشعبينهم الصديقين وقال وزير الخارجية في المؤتمر الصحفي إن مملكة البحرين ترحب بالنتائج المهمة التي تم التوصل إليها بين المملكة العربية السعودية الشقيقة وروسيا الاتحادية الصديقة خلال الاجتماع الذي عقد على هامش مجموعة العشرين الكبار جي تونتي بين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ألسعود ولي ولي العهد النائب الثاني الرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية وفخامة الرئيس فلادمير بوتين وما تم التوصل إليه من نتائج مهمة بشأن النفط والتي تعتبر خطوة استراتيجية لدعم جهود التنمية في منطقة الشرق الأوسط وتطرق وزير الخارجية إلى الوضع في سوريا وقال إننا ندعم بشكل كامل وحدة أراضي سوريا ولا نسمح بالتدخل الإقليمي في سوريا ونريد أن نحافظ على سوريا بكل حدودها كما ندعم التعاون والتنسيق بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية في سبيل استقرار المنطقة وإبعادها عن كافة التوترات والصراعات كما تطرق وزير الخارجية إلى الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين البلدين والمتعلقة بمجالات التعاون في المجالات الدفاعية والنفطية وقال وزير الخارجية إن جلالة الملك المفدى أبدع جابه الكبير بالمنظومات الصاروخية الدفاعية الروسية والتي شاهدها جلالته خلال زيارته اليوم للمعرض العسكرية الروسي الجيش 2016 واختتم الوزير تصريحه قائلا إن مباحثات جلالة الملك المفدى وفخامة الرئيس بوتين كانت ناجحة وبناءة وستحقق الأهداف المرجوة لمزيد من التعاون بين البلدين الصديقين في كافة المجالات ثم أجاب وزير الخارجية على أسئلة الصحفيين